السلام عليكم مادة الفالبرويك أسد الموجودة في أشهر دواء صرع اللي هو إدباكين ممكن تسبب عقم عند السيدات خلونا نشوف إيه الموضوع مادة الفالبرويك أسد من المواد اللي بيعتمدوا عليها بشكل أساسي في علاج الصرع سنوات طويلة جداً وهم بيستعملوها طبعاً في علاج الصرع وبتثبت فعلية طوية جداً سواء في علاج الصرع الكلي أو الجزئي وفي فيديو أنا كنت عامله تحديداً عن الدباكين أشهر براند بيصنع الفالبرويك أسد ممكن تشوفه من اللينك اللي يظهر فوقه كمان مادة الفالبرويك أسد دي من المواد اللي هم بيعالجوا بيها حالات البيبولار ديس أوردر أو التراب ثنائي القطب برضو بيعتمدوا عليها بجانب الأدوية اللي بتعالجوا يعتبر حاجة بنسميها مود ستابيلايزر أو يعتبر اللي هو بيزبط المود بيخليه ولا يدخل في حالة الجنون ولا في حالة الاكتئاب القوي وده طبعاً بيكون بسبب شغله القوي على الجهاز العصبي لأنه مثبت لشغل الجهاز العصبي المركزي بشكل قوي سنوات هم بيستعملوه ولكن بدأ يظهر فيه مشاكل أن بعض السيدات اللي هم في عمر الإنجاب وبيستعملوا الفالبرويك أسد بدأ يحصل عندهم مشكلة عقم بدأ يحصل فيه اضطرابات في الهرمونات اللي عندهم بدأ تظهر عليهم أعراض تكيسات المبايد وفعلاً بدأ يكون عندهم تكيس في المبايد لسنوات طويلة بدأوا يعملوا أبحاث ودراسات على الفالبرويك أسد علشان يشوفوا هل هو فعلاً ليه علاقة بالموضوع ده ولا لا آخر الدراسات أكدت وأثبتت أن الدباكين ممكن بيعمل حالات تكيسات المبايد عند بعض السيدات اللي بيستعملوه ليه بيعمل المشكلة دي؟ فيه دراسات بتقول أن الدباكين بشغله على الجهاز العصبي لأنه بيزود من مادة اسمها الجابة الجاما أمينو بيوتيريك أسد المادة دي بتعتبر مثبت للجهاز العصبي ففيه كلام بيقول أن هي المادة دي بتقلل من إفراز الهرمونات اللي بتخرج من المخ وبتروح على المبايد عشان تنشطها وبالتالي لو فيه واحدة بتستعمل الفالبروك أسد يبقى ممكن يكون فيه مشكلة في الهرمونات اللي بتخرج من المخ وتشغل المبايد فده بيؤدي إلى حدوث تكيسات في المبايد ويحصل عندها اضطرابات في الهرمونات اللي ممكن بتؤدي إلى حدوث العقم فيه كمان دراسة بتقول أن المادة الفالبروك أسد دي بيكون لها تأثير مباشر على المبايد بتقلل من تكوين الاستروجين والبروجسترون والبروجسترون الهرمونات الأنثوية اللي بتكون مسؤولة عن الإنجاب وعن الخصائص الثانوية للفيميل للأنثة ومسؤولة عن حاجات كتير جدا وبالتالي بتكون المحصلة أن مادة الفالبروك أسد ممكن طبعا تؤدي إلى حدوث تكيسات المبايد اللي بتأثر على الصحة الإنجابية عند السيدات وحالات طبعا تكيسات المبايد اللي سببها الفالبروك أسد زي حالات تكيسات المبايد لأي سبب تاني فهتلاقي أن فيه انخفاض فيه هرمونات الأنوثة فيه مشكلة في الاستروجين والبروجسترون وهتلاقي أن فيه ارتفاع فيه هرمونات الذكورة طبعا ده بيعمل اضطرابات بشكل كبير جدا عند الفيميل اللي بتستعمل الفالبروك أسد هتلاقي إن في مشكلة في الدورة الشهرية في إضطرابات بشكل قوي جداראלًا وعدم انتظام فيها لدرجة إن ممكن تلاقي في بعض السيدات ما بيجيش أصلاً دورة شهرية وطبعًا ده بيكون بسبب إضطرابات الهرمونات اللي ممكن أصلاً تمنح حدوث التبويض كمان هتلاقي إن في زيادة في الوزن كمان هتلاقي إن في مشكلة نمو الشعر في بعض أماكن غير مرغوبة فيها في الجسم حالة بنسميها الهيرثوتيزم ممكن تلاقي فيه نمو شعر الوجه ممكن تلاقي في اماكن تانية في الجسم في زيادة لنمو الشعر ده وطبعا الحالة دي بتتأكد لما بيعملوا صنار على المبايد ويعملوا تحليل هرمونات فبيظهر ان فيه اضطرابات وحالة تكييس علشان كده بقى فيه توصيات في اخر فترة ان بلاش نستعمل مادة الفالبروك أسد عند السيدات او الفيميلز اللي هما في عمر الانجاب لان ده ممكن يؤدي الى حدوث طبعا الترابات الهرمونية بالشكل ده وتكييسات المبايد اللي ممكن تؤدي الى حدوث العقم شكرا